السلام عليكم و مرحبا بكم أعزائي المشاهدين و أعزائي المشاهدة في هذا الفيديو جديد الذي كانت من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة و عافية و يكونوا كاملين بخير و على خير فمنسا و نبدأ الفيديو دلنا بصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم و زيد و بارك على سيدنا محمد و على أله و صحبه أجمعين ففي المناسبة هذا الفيديو الذي كان قدامنا سيكون هو الفيديو الثاني نشارك معكم اليوم فشارك معكم واحد الفيديو لمفلوقي تديل الظهر اللي هو عبارة على العروض اللي ستكون غدا إن شاء الله فيديو هات تقريبية بشرح جديد اللي سيزيد انفعكم إن شاء الله فلما زال ما شاهدوا شي يدخل القناة و يشوفوه أو لا سنجد لكم ليان ديالو في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو فالفيديو اللي كان قدامنا اليوم سيكون في واحد العروض اللي هي وطنية سيكون في المغرب كامل أي محل اللي بليم قريب لكم اللي ستلقوا في هذه العروض من المناسبة و تاريخ دياله فهيكون إن شاء الله نهر الجمع الجاية يعني الأسبوع القادم أربعة شهر الجوش فنبدأ على بركة الله كيف تشاهدوا العروض اللي كان أول حاجة كان معنا فكان معنا واحد المراية شكل دائرة مستديرة ومزينة فجناب دائرة بالورد فيها في القطر 40 سنتيمتر فجناب دائرة اللي زيدين في الورد تلقوا فيها 43 سنتيمتر بالنسبة للك هاتي التامنية كيف تشاهدو كيف تشاهدون الإيمتر 180 درهم 180 درهم يعني 3400 ريال من بعد أيضا كان معنا واحدا لوحة حائطية معدانية يعني دين الميطل بالنسبة لها كيف تشاهدو فيها موضيلات كما تختلفين هذا الموضيل الأولي و هذه الموضيل الأولي تقريبا 36.7 على 39.4 سنتيمتر و خارجه تقريبا 5.7 سنتيمتر فهذا الموضيل الأولي والموضيل الثاني وهذا الموضيل الثاني و ايضا حتى الثالثة فكيف قلنا هذا بالنسبة ل 8 درهم يدره تقريبا 150 درهم يعني 5000 ريال و ايضا نرى الموضيل الثاني الموضيل الثاني يحبار على بوات درانجمون فهذه البوات درانجمون الكبيرة فيها 33 إلى 23 سنتيمتر غرقة ب 20 سنتيمتر والتي تابعها او صغر منها فيها 29 سنتيمتر صغر منها تقريبا في كل قياسات التي تكرناها تمام غالي 250 درهم 250 درهم بالنسبة ل الججر يدره تقريبا 5.000 ريال نحن نحن معنا بلاطوات ديكور وهذا الموضيل فيها مراية بالنسبة ل هذا البلاطوة في القطر 31 سنتيمتر حيث يقريبا بهذا الموضيل وهو حكل الرقم فيها فعنة ثم يقريبا ثم يقريبا 900 درهم انا وجدت أختي بشكل بوغة بوجي ورده أيضا وهذا الثاني وهو السيراميك وهذا الشمعة الكبيرة وهذا تقريبا 40 درهم وهذا الشكل جيد وهذا الشكل جيد وهذا الشكل جيد وهذا 8 درهم و40 درهم فهذا فهذا البوغت بوجي فهذا يعطيها الديكور صراحة الذي هو ديكور جيد هنا كنا معنا أيضا مراية ديكور بالنسبة للمراية الديكور فيها جوجة الفاص فيها الفاص القدامي وهو الفاص عادي كنتظروا بها الوجه عادي وهذا الفاص الثاني وهو يعمل على شكل المكبيرة بالنسبة لذلك هذه الثانية تقريبا 50 درهم يعني 1000 ريال سنرى هنا احد جوجة الشكل ضمن الماكياج وهذا الشكل يوجد 25 سنتيمتر على 18 وعادية تقريبا 13.5 سنتيمتر بالنسبة لذلك الثانية تقريبا 40 درهم ففيه مجر واحد وفيه البلايس الثانية التي تقدروا تحطوه فيهم كثيرا كل مكبيرة مكياج بالنسبة لذلك هناك ثلاثة ديال المجورة 26 سنتيمتر في العرض غارق تقريبا 17.8 سنتيمتر وعادية تقريبا 16.8 سنتيمتر بالنسبة لذلك هناك ثلاثة ديال المجورة كيف تشاهدوه في الصورة تقدروا تقريبا كثيرا ويبقى يكون فوق دياله وخاوتها تقدروا تقريبا فوق منه بالنسبة لذلك 60 درهم يعني 12 ميات ريال هناك ثلاثة ديال المجورة القتل القتل على شكل القرص بالنسبة لذلك تقريبا 15 درهم فيه 7.8 جوج على 7.8 جوج في القطر وبالنسبة لذلك تقريبا 19 سنتيمتر وهذا ديال المجورة فهذا ديال البلاستيك فيه تقريبا 9.1 على 7.1 سنتيمتر فكيف قلنا هذا تهو مبتم ديال البلاستيك وهذا كل هم ديال البلاستيك فعلى ما اظن بما التامن ديال هم هذه المرة جزيت شوية على اخر مرة بشك ان اجابها هناك معنا ايضا الكاتالوج الثاني سنبدأ بها تصحن تقديم اللي فيه ربعة ديال الفراقات كيف كانت تشوفوا تقدروا تقدموا في الفواكه الجافة بالنسبة لها الفراقات ترهم ديال السيراميك و بالنسبة لها السيبورة ديال العودة فهذا التامن ديال يقدر 90 درهم يعني 1800 ريال كانت معنا حتى الخلاط كهربائي بالنسبة لها الخلاط كهربائي يقدر تقريبا 180 درهم يعني 3600 ريال بالنسبة لهذا ستقدروا تخدموا بها السيبورة ديالو بطر اللي هو شكل عادي بالنسبة لهذا سبعة ديالي لها ماركة دوتشمال تبقى الحاجة الوحيدة التي كانت تشكو منها الناس فما كانت نفس هذه الماركة كانت ماركة اخرى و بالنسبة للحاجة التي تشكو منها كانت تشكو منها كانت تشكو منها أما هذا كانت تشكو منها انوكس و بالنسبة لهذا الخلاط الكهربائي كانت تشكو منها ألماني يعني في الغالي سيكون ان شاء الله جيدا كانت تشكو منها كانت تشكو منها تشكو منها على شكل عزان و تشكو منها حتى عادي 8 ديالو و تشكو منها 3,600 ريال يعني 180 درح و ان شاء الله نرى واحد فيديو تقريبه في الفيديو القادم سنشارك معكم كيف شارك معكم اليوم هنا هناك معنا مجموعة ثلاثة ديال اوعية بسببها اوعية فيهم شكل القلب و فيهم مثلا مع القبر سيبورة البامبو وبالنسبة لها 8 ديالهم فكل واحد فيهم تديروا تقريبا 65 درح يعني 300 ريال وبالنسبة الاوعية هم بوخصونان فخار هناك معنا ايضا واحد ترموسات فكين شكل الولاني كانت شكل هذا الثاني وبالنسبة لها ترموسات تديروا تقريبا 450 ملي لتر و هذه 8 ديالهم تديروا تقريبا 45 درح 45 درح يعني 900 درح يعني فالعادين الذين يتبعون في الصوق كيف تعرفون يديروا تقريبا 25 درح 500 درح هذا يبدل فيهم غير شكل و سيكون يشدون تقريبا 12 ساعة في الغالي هناك معنا ايضا واحد المول ديال 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 بالنسبة لها تقريبا تسعود ديال 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 و هناك معنا ايضا حتى هذا القالب ديال 25 درح يعطيكم تقريبا 12 درح و ايضا حتى المدلك 20 درح في المول كانوا هؤلاء كانوا يجربهم و و كانوا جدون و كانوا يجبون و يجبون و كانوا يقضي و كانوا و يجبون 50 درح فهذه العروض هذه كاملة التي رأينا من الأول و سيكون في نفس النهار في جميع المحل المغرب أي محل مقريب لكم ستجدوا في هذه تاريخها لذلك سيكون نهار ربعة نهار جمعية ربعة شهر و كيف قلناه في المغرب كامل لذلك لذلك لا تنسى التشجيعات و أشكركم دائما لحظة المتابعة كنرحب بكم وأيضا بالنسبة للقناة دائما وصلكم جديد للقناة نطلقكم يوم فيديو جديد في عروض جديدة ونجدكم بأحسن صحة وعافية إلى ذلك نقول لكم تبارك الله عليكم